احنا في بلد ديال القانون المؤسسات كانت شي اتهامات كانت شي ابتزازات كان القطال اللي يقول الكلمة دياله واحنا كفريق استقلالي قلنا الكلمة ديالنا عن طريق السيد رئيس الفريق كما ان السيد نائم فوضلس حسين صلى الله افاد واجد في هاد النقطة هادي السيد العمدة ايضا ره ردت على بعض الاتهامات اه صحيح كان قرار ديال السيد الولي انها عدم تأشير على المسؤولية ديالها السيد العمدة اعطات مجموعة ديال المواصفات ديال السيدة هذي هي كموضفة عموما كموضفة اذا لكان شي حاجة احنا كنتظروا المراقبة البعدية باش تاخد المحل دياله وانا ديك ديك سعارها القانون واضح والقرارات اصرها واضحة كين اشكاليات عم استوى التدبير احنا طينا المثال ديال ديال كيف ان السيد الوالي سبق ليه منذ ان جاء لقى في الفوق الطاولة دياله واحد القرار ديال تعيين واحد السيدة كرئيسة كمديرة ديال تعمير ديال هذا ارفضي الشر علاش ارفضي الشر لانه لقى الى جانبها رسالة ديال المكتب الجيهوي ديال هيئة المهندسين المعماريين اللي فيها اتهامات مباشرة لهذه السيدة اتهامات مختلفة ففعلا الرئيسة كانت متأشرش لها على القرار دياله ولكن عمليا كانت تصدير شي واحدة اخر او على الاقل هذه السيدة تبعدها على الدار الخدمات فاذا بحنا كانت تفاجأوا بان هذه السيدة ما زالت تمارس المهم دياله الى غاية اليوم الشي اللي خلال المكتب الجاوي دياله هيئة المهندسين المعماريين ينضموه منذ صحفية وكيتاهموها بطريقة مباشرة كانت مبتيزاز اعطال غير مبرر ديال الملفات ووووه ووالاخيره بشكل ما يدر فقط بالمصالح تاعدوك المهندسين المعماريين وانما كيعطال استثمار في الدار بيضا وستثمار في الدار بيضا راه مغرب هذا وقتع ديال التعمير وانعاش العقارية راه هو اللي يشغل عباد الله ويحرك الدور الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة فما كانش ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش يجاوب على هذا الامر هذا وعمليا هذاك شي مستمر